بيضة القبان سقطت أرضا وانشطرت لنصفين المستقلون في البرلمان أزمة تشظ وانهيار بوقت لم يمضي على تمسكهم سوى أشهر قليلة تفككوا بعدما كانوا غصى موسى بالنسبة لبعض القوى السياسية وهذا ما كان متوقعا من جانب المراقبين الذين أكدوا بأن الكتل الناشئة من البديهي أن تصاب بصدع الأزمات كونها فتية على المشهد التجاذبات السياسية والمغاريات السياسية قد شطرت هذه القوى إلى تقريبا أكثر من جزئين أو ثلاثة أجزاء وبالتالي لم يبقى من المستقلين سوى 12 اسم فقط هؤلاء نستطيع القول أن هؤلاء يمثلون بيضة القبان أو العدد الذي يعول عليه الكتل السياسية الأخرى تم استهداف المستقلين سياسيا من قبل القوى السياسية أثناء تلك المبادرات التي كانت تعول على هي ممكن أن تكون جزء من حل الأزمة السياسية لكن العكس أصبح سلبا على المستقلين بصورة عامة وفي ظل فوضى الانشقاقات والإقالات فتحت بعض القوى السياسية النيرانة على المحكمة الاتحادية متهمة إياها بالانحياز بمواقفها القانونية لسيما بعد قرارها الذي أجهض قانون الأمن الغذائي ليدخل القضاء على خط الأزمة رغم تأكيداته بالوقوف على مسافة بعيدة مما يحدث في المشهد السياسي إن تم تجاوز القبائل العراقي وقراراته وعدم تنفيذها بالتالي سوف تكون له تداعيات خطيرة على المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلد وبالتالي قد يؤدي إلى حدوث كثير من المشاكل داخل البلد هو صمام الأمان للأمن المجتمعي لذلك نحن مجزمين بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية حتى وإن لم تكن مرضية لطموحاتنا أو ما نريدها طبعا بالتأكيد بعض القوى السياسية ترى في القرارات الغير متفقة مع هواءها أو رغباتها ترى أن هذه القرارات غير صحيحة وبالتالي سوف يكون هناك اعتراضات ووفقا للمعطيات قواعد اللعبة السياسية في العراق لا ثوابت فيها فما بعد الانشقاقات في البيوتات الشيعية والسنية والكردية المستقنون لن يكونوا ببعيد أو بمنأة عما يحدث من سراغات لن يكون فيها الفيصل سوى القضاء العراقي من بغداد شام ونعم اليمن اليوم اشتركوا في القناة